بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبات وطلبات السنوات العامة معنا النهاردة درس الاشتقاق قدمني معنا اول مثال اوجه الدلصاد على دلسين اذا علم ان سين تربيع زائد صد تربيع زائد 9 سين ناقص 5 صاد يساوي 4 نقول بما ان سين تربيع زائد صد تربيع زائد 9 سين ناقص 5 صاد يساوي 4 نجري عليهم التفاضل للطرفين بالنسبة لسين يبقى ننزل القس ونقص منه واحد يبقى اثنين سين قس واحد الواحد ما بتكتبش زائد اثنين صاد دلصاد على دلسين احنا الاوليناية دلسين على دلسين يبقى فيه يبقى اثنين صاد في دلصاد على دلسين زائد 9 والسين طارد ناقص 5 دلصاد على دلسين وتفاضل اي رقم بصف اذا اثنين صاد في دلصاد على دلسين ناقص 5 دلصاد على دلسين يساوي سالب اثنين سين ناقص 9 بنبسطها ونودي الارقام في طرف والمجهول في طرف تاني يبقى دلصاد على دلسين في اثنين صاد ناقص 5 خدنا دلصاد على دلسين عامل مشترك يساوي سالب اثنين سين ناقص 9 اذا دلصاد على دلسين يساوي سالب اثنين سين ناقص 9 على اثنين صاد ناقص 5 اوجد دلصاد على دلسين حيث جاء تلات صاد ناقص جاء جتا اثنين سين يساوي صف اول حاجة بما ان جتا تلات صاد ناقص جتا اثنين سين يساوي صف في مشتكت 3 صاد يبقى تلات صاد على دلسين ناقص جتا اثنين سين يبقى جاء اثنين سين فالفاضل الاثنين سين اللي السين بتروح يبقى في اثنين يساوي صف اذا 3 دلصاد على دلسين في جتا تلات صاد يساوي اثنين جاء اثنين سين اذا دلصاد على دلسين يساوي اثنين جاء اثنين سين على تلاتة جتا تلاتة صاد مثال اللي بعده اذا كانت جاء تربيع صاد يساوي اربعة ناقص جاء اثنين سين اثبت ان دلصاد على دلسين بيساوي اثنين جتا اثنين سين قطى دلصاد بما ان جتا صاد كل تربيع يساوي اربعة ناقص جاء اثنين سين باشتكاك الطرفين بالنسبة لسين اذا 2 جاتا صد في سالب جاتا صد في دل صد على دل صيد يساوي سالب 2 جاتا 2 صيد نقسم الترفين على سالب 1 يبقى 2 جاتا صد في دل صد على دل صيد يساوي 2 جاتا 2 صيد نبست جا 2 صعد في دلصاد على دلسην يساوي 2 جتا 2 سين حيث جا 2 صعد يساوي 2 جساد جتا صاد خلقبالكم إذن دلصاد على دلسين يساوي 2 جتا سين على جتا 2 صعد إذن دلصاد على دلسين يساوي 2 جتا 2 سين قطاع 2 صغب معانا المثال دي تحلوها وارفعوا الإجابات على موقع نفهم سين تربيع زائد صد تربيع يساوي 9 سين تكعيب ناقص صد تكعيب يساوي 3 سين سين قس 2 في صد قس 2 زائد 6 يساوي 0 وكده يا جماعة نبقى خلصنا درسي النهاردة مع نفهم نتعلم ببساطة